أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائي وأن مصر تنظر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا ما يحتم توفر الإرادة السياسية للصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية وما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر دي شأن كما شدد الرئيس سيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ضمن أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول لا سيما الدين الخارجي كما أضف الرئيس سيسي أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015 وأشار الرئيس سيسي إلى أن الإحصاءات الدولية تضع العالم أمام مسؤولياته حيث تشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019 لا فتن إلى أن أفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة